الرئيس السيسي يتصافح مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الدوحة ويؤكدان على عمق الروابط التاريخية بين البلدين رئيس مجلس الوزراء يتابع جهود صندوق مصر السيادية لجذب الاستثمارات الأجنبية الكريملين يعرب عن قلقه من قصف محطة زاكوريجا النووية والوكالة الضرية تعلن أنها ستتفقد المحطة بعد تعرضها لقصف أوكراني الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت برينيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بحضراتكم تسافح رئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة القطرية الدوحة وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم تأكيد المتبادل على عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي مشيرا إلى أنه تم توافق على أن تكون تلك بداية لتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباحا اليوم وقبل مغادرته لمقر إقامته بالعاصمة القطرية الدوحة أجرى اتصالا هاتفيا مع الأمير تميم بن حمد الثان أمير دولة قطر وصرح متحدث الرئاسة بأن الرئيس السيسي تقدم بالتهنئة لقطر قيادة وشعبا على نجاح حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم وانطلاق البطولة بشكل مشرف يليق بمكانة الدول العربية مع الإعراب عن التقدير لكرم الضيافة وحسن الاستقبال مؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين من جانبه أعرب أمير دولة قطر عن خالص الامتنان والتقدير لحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لحفل افتتاح كأس العالم ولزيارته ضيفا عزيزا على الدوحة والتي من شأنها أن ترسخ قوة العلاقات التنائية الأخوية بين البلدين خاصة مع التطور الإيجابي الذي تشهده على جميع الأصعيدة خلال الفترة الأخيرة غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة القطرية عقب مشاركة السيد الرئيس في فعليات حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم والذي يقام بالعاصمة القطرية الدوحة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة السيد الرئيس في هذا الحدث الرياضي العالمي تأتي تلبية لدعوة شقيقه سمو الأمير تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر وذلك في ضوء العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين مصر وقطر عائدا بسلامة الله إلى أرض الوطن ألقى المستشار الدكتور حنفي جبال رئيس مجلس النواب كلمة خلال الجلسة العامة للمجلس بمناسبة ناجح مصر في استضافة قمة المناخ قاب 27 وأكد رئيس المجلس النواب أن مصر لا طالما كانت المنقذة في مراحل التاريخ الفارقة حيث رفعت لواء العمل الدولي لتنفيذ التعهدات العالمية في مواجهة ظاهرة تغير المناخ أضافت الدولة المصرية خلال الأيام الماضية إنجازا استثنائيا مضاءا بحروف الننور بنجاحها المبهر في تنظيم أعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والتي استضافتها مدينة السلام شرم الشيخ تلك القمة التي تعد الحدث الأبرز والأكثر تأثيرا عالميا لتثبت مصر من خلال تنظيمها لتلك القمة أنها جديرة بكل شيء عظيم وأن مصر التي لا طالما كانت المنقذ في مراحل التاريخ الفارقة قد لبت نداء الإنسانية والبشرية لمواجهة ذلك الخطر الوجودي الذي يهدد الحاضر والمستقبل معا فرفعت مصر خلال تلك القمة لواء قيادة العمل الدولي لتنفيذ التعاهدات العالمية في مواجهة تلك الظاهرة الخطيرة متخذة شعارا للقمة وهو قمة التنفيذ من أجل وضع حد لتلك المأساة الإنسانية المروعة ولعل ذلك النجاح المشهود له من القاس والداني في تنظيم تلك القمة جاء نتاج ثمرة عمل وجهد دقوب ومتواصل من مؤسسات الدولة المصرية بإشراف وقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة جهود صندوق مصر السيادية لجذب الاستثمارات الأجنبية على المدى القصير والمتوسط والطويل والإجراءات الخاصة ببرنامج التروحات في عدد من القطاعات الاجتماع تطرق أيضا إلى الاستثمارات المرتقبة في مشروعات محطة تحلية مياه البحر والجدول الزمني لبرنامج التروحات في هذا القطاع والإجراءات المقرر اتخاذها وصولا لتوقيع العقود مع المطورين كما تناول الاجتماع حجم الاستثمارات المرتقبة من مشروعات الهايدروجين الأخدر التي تم توقيع اتفاقيات بخصوصها على هامش مؤتمر المناخ وما يتم اتخاذه من خطوات تنفيذية في هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن عرضا معلومتيا يصلت الضوء على جهود الدولة للتوسع في تنفيذ المشروعات الخضراء لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في ظل اهتمام المجتمع الدولي بموادهة أزمة التغير المناخي وفقا للتقرير تعد مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصدر السندات الخضراء السيادية الحكومية بالأسواق العالمية كما أشار التقرير إلى أن الاستثمارات العامة الخضراء المستهدفة بالخطة الاستثمارية لعام 2022-2023 بلغت 40% من جملة الاستثمارات العامة للمزيد ينضم إلينا هاتفيا الدكتور حازم مهاود مدير معهد بحوث الهندسة الزراعية أهلا بك مهندس مهاود كما تبعنا في الخبر أن مصر هي سباقة في مجال الأبحاث الخاصة بالتنمية المستدامة في مجال الزراعة تحديدا في مجال الزراعة معهد البحوث الهندسة الزراعية ودوره في تقديم أبحاث ودراسات تتم تطبيقها على أرض الواقع في هذا المدبار أهلا محضرتك أفنم وأهلا مستدامة المستمعين أهلا محضرتك أفنم معهد بحوث الهندسة الزراعية أو أحد المعهد التابعة للمركز بحوث الهندسة الزراعية معهد بحوث الهندسة الزراعية متخصص في بندل أو في حاجتين الألات والمعادات الزراعية والرائد بمختلف أنظمته طبعا نقدم كافة الأبحاث في مجال الزراعة سواء مجال الهندسة الزراعية بكافة فروحة من خلال أدة أقصام هنا عندنا في المعهد ذي عندنا قسم الرأي قسم بحوث الهندسة الزراعية والصرف الحقلي قسم بحوث الطاقة قسم بحوث مكانت عملية الزراعية قسم بحوث مكانت عماء الانتاج الحيوان والسامكي قسم تدول منتجات الزراعية وأخرى قسم الهندسة الحيوية طبعا نحن نغضي كافة أنشطة الهندسة الزراعية أو كافة أنشطة الزراعية اللازمة للإنتاج الزراعي ورفع جودته وكميته طب دكتور حازم مهاود تحديدا في مسألة الرأي والعالم كله يعاني من تغيرات المناخية ونقص المياه والفايدانات في أماكن أخرى نحن في مصر ما الجديد في مجال استنباط السلالات الزراعية التي تحتاج لكميات مياه أقل كيف توادهون هذه الزراعية؟ طبعا مركز البحث الزراعية طبعا هو بيشتغل في الجزئية دي بقاله فترة كبيرة لمواكبة أو للتماشي مع التجارات المناخية من خلال محافظة المحافظة الحقلية اللي هو قادر على استنباط سلالات وأصناف جديدة ليست شريحة بالمياه زي إحنا عندنا تجارب كتير جدا في مجال مثلا الرز أنت عارف حسياتك الرز من الأصناف أو المحاصيل بسالك كميات كبيرة جيدة من المياه بدأنا نقوم بتجارب ورز الرز زي عملية الشكل لقل الرز الشكل لقل الرز أنا بوفر حوالي ألف متر مكعب في فترة الشكل إنتاج الشكلات ويعني قسي على ذلي بقى كم فالدن بيتضر رز إترابين برقم دون شوف هنوفر إيه زايد أنا بوفر المساحة اللي بيستخدمها المزارع في عمالتي الشكل زايد أنا برفع الإنتاجية ولما برفع الإنتاجية أنا بزود دخل المزارع وبالدالي يعني الإنتاج القومي بيزيد أو الدخل العام بيزيد اه ادي حاجة. الحاجة التانية فيه تغروب احنا عملناها كتير وبحس كدير عملناها انا من الزراعة الجافة. انا بزرع الرز في ارض جافة دلوقتي. برضو بوفر كمية مية كبيرة جدا. لا يعني ايه في ارض جافة فان? ارض جافة يعني عادة ان الرز بيتزرع في ارض اه بالبندي. مغمورة بالمياه. ملوطة او مغمورة بالمياه. راح زي ما حديدك بتقول كده هون. لا انا بزرع المزرع في ارض جافة خالص ما بايش فيها مية. وبعدين بعمل عملية الري بعد كده. طب في الم مقابل دكتور حازم هناك ظواهر اخرى تعاني منها يعني المنطقة كظاهرة التصحر على سبيل المثال وتناقص الاراضي الزراعية. هل من جديد في هذا المجال من قبل معهد بحوث الهندسة الزراعية؟ هي الجزئية دي طبعا احنا ازاي بحضراتك عارفها ان في مركز بحوث اسم مركز بحوث الصحراء هو شغال طبعا في الجزئية دي اكتر مننا لانه هو متخصص في هذا المجال او في زراعة الاراضي الصحرائية. بس احنا بنعمل طبعا طبعا لتعليمات فقامة رئيس الجمهورية وتوجهات معالي وزير الزراعة. احنا بنحول كل الاراضي القديمة دلوقتي لنزم رأي حديثة التي تدوى بالغمر. الى نزم رأي حديثة. وطبعا بيتم توفيد كمية ماء كتير جدا بتروح او بنحول الميا دي لاستزراء او استصلاح اراضي جديدة جدا اراضي جديدة في الصحراء. فبنضيف احنا اراضي الزراعية للمساح ترقع الزراعية المتواجدة عندنا. نعم. اشتورة جزيدة شكرا لدكتور حازم مهاود. مدير معهد بحوث الهندسة الزراعية. رصدت صحيفة الجارديان البريطانية احتفاء قادة المحيط الهادئ ونشطاء المناخ بانشاء آلية تمويل الخسائر والأدرار في اتفاقية مؤتمر المناخ كاب 27. وصى اشادات بالرئاسة المصرية للمؤتمر في تأمين النتائج. وقالت الصحيفة ان صندوق الخسائر والأدرار الذي سيوفر المساعدة المالية للدول الفقيرة المنكوبة بكوارث المناخ كان من بين احد الطلبات الرئيسية لدول المحيط الهادئ. التي تعد من بين اكثر الدول عرضة لتأثيرات ازمة المناخ لعقود خلال مفاوضات المناخ. نظمت القوات الجوية مؤتمرا صحفيا للاعلان عن عرض الغردق الجوي والمقرر تنفيذه في نهاية الشهر الجاري بمنطقة سهل حشيش. سيشهد العرض مشاركة فريق الألعاب الجوية المصري النجوم الفضية وفريق الألعاب الجوية البريطاني السهام الحمراء. وألقى المقدم طيار محمد رفعت من فريق الألعاب الجوية المصري كلمة أشار فيها إلى أهمية العرض الذي يسهم في تنشيط حركة السياحة بواحدة من أجمل المدن الساحلية. معربا عن تقديره لفريق الألعاب الجوية البريطاني والذي يتمتع بصمعة راقية خلال مشاركته بمختلف العرود. فيما أعرب العقيد مارك باينون الملحق العسكري البريطاني بمصر في كلمته عن ساعدته بالمشاركة موجهنا الشكر للقوات الجوية المصرية على توجيهها الدعوة لمشاركة الفريق البريطاني بالعرض. بانطلاقة قوية بدأت وسط أقدم الحضارة وعلى سفح الأهرام كان العرض الجوي الأول بيرامت إير شو عشرين اتنين وعشرين واستمرارا للنجاحات ولأول مرة معاك وعلى الأراضي المصرية. نقدم لكم العرض الجوي غرداء إير شو ألفين اتنين وعشرين بمدينة سهل حشيش. بمشاركة فريق السهام الحمراء الإنجليزي وفريق النجوم الفضية المصري وقوات المظلات المصرية. العرض الجوي غرداء إير شو عشرين اتنين وعشرين اللقاء الأول لفريق الألعاب الجوية البريطاني وفريق الألعاب الجوية المصري على الأراضي المصري. وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. تمكنت الداخلية خلال أربع وعشرين ساعة من ضبط ستمائة واثنتين وأربعين قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة تسعمائة وخمسين طن مواد غذائية وغير غذائية. كما تم ضبط قرابة ستة وتمانين طن في مجالي السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة. وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط أكثر من ثمانينمائة وأربعين طن. كما تم ضبط أربعة وعشرين طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية. أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط تسعمائة وإحدى وعشرين قضية من بينها ثلاثمائة وست عشرة قضية خبز ناقص الوزن. فضلا عن ثلاثمائة وواحد من القضايا المتعلقة بالخبز غير مطابق للمواصفات. إلى ملف الأزمة الروسية الأوكرانية حيث أشاد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي بتضحية الشعب الأوكراني منذ بدء العمليات العسكرية الروسية. وخلال احتفاله بيوم الكرامة والحرية تعهد زيلنسكي بالانتصار على روسيا. وأشاد زيلنسكي بقدرة الشعب على تحامل وتحدي رغم الضربات صاروخية المتكررة والدمار الواسع النطاق وانقطاع الطيار الكهربائي مع حلول فصل الشتاء. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إيقافها لوحدات من القوات الأوكرانية حاولت تنفيذ هجوم مضاد في اتجاه جنوب دونتسك. وأكدت الوزارة أنها تمكنت من إعادة وحدات القوات الأوكرانية إلى خط البداية حيث بلغت الخسائر في صفوف القوات الأوكرانية في اتجاه جنوب دونتسك أكثر من سبعين عسكريا. كما أكدت الدفاع الروسية أنها قصفت راغمتين صواريخ من تراز أوراغن تابعة لقوات الأوكرانية في منطقة خاركوب والتي تم منها قصف الأراضي الروسية في منطقة بلغورد. ذكرت توكالة أسوشييتد برس أن القوات الأوكرانية عثرت على دروع روسية مدمرة في طرق ومناطق ريفية بأقليم خاركييف الأوكراني. أضافت الوكالة أن الجيش الأوكراني استخدم هذه المعدات ضد الجنود الروس ومنها مدفع رشاش السوفيتي من تراز أوتيوس. قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الأوكرانية نجحت في التصدي لهجمات روسية بالقرب من عشر مناطق في دونتسك. وأوضحت الهيئة أن القوات الروسية حاولت تقفيف الهجمات في تلك المناطق. مشيرة إلى أن الجيش الروسي يحاول الاحتفاظ بالأراضي التي تمت السيطرة عليها مؤقتا ويركز جهوده على منع تقدم القوات الأوكرانية ويواصل الهجوم في اتجاهات معينة. أكدت رينات كارتشا مستشار مدير شركة الطاقة النووية الروسية أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتفقدون محطة زابوريجيا النووية بعد تعرضها للقصف الأوكراني. حذر كارتشا من أن تفقد محطة زابوريجيا ما زال غير آمن مؤكدا أن قوات كييفا قد تقصفها في أي لحظة. كان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافيال جروسي قد دعا في وقت سابق إلى وقف القصف على محطة زابوريجيا. مشيرا في الوقت ذاته إلى أن القصف المتواصل في اليومين الماضيين لم يلحق الأدرار بالأمن النووية. أعرب الكريملين عن قلقه من تجدد القصف على محطة زابوريجيا النووية بأوكرانيا. ودع الكريملين الدول الأخرى لاستخدام نفوذها للمساعدة في إنهاء الهجمات على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا. هذا وكرر المتحدث باسم كريملين ديمتري بيسكوب تأكيد موسكو بأن كياب هي المسؤولة عن تلك الهجمات. وكانت محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية قد تعرضت للقصف مؤخرا مما أثار إدانا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ذكرت الوكالة أن أكثر من عشرة انفجارات هزت أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا خلال يومي السبت والأحد الماضيين. لعب بالنار هكذا وصفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوضع في محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية بعد تعرضها مجددا للقصف. فمع تبادل روسيا وأوكرانيا الاتهام بقصف المحطة الأكبر في أوروبا قالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إن مثل هذه الهجمات قد تتسبب في حدوث كارثة كبرى. مدير الوكالة الأممية رفايل جروسي وصف الأخبار الواردة من المحطة بالمزعجات جدا. لافتا إلى أن حدوث انفجارات في موقع هذه المحطة النووية الكبرى هو أمر غير مقبول على الإطلاق أيا كان من يقف وراءه. وزارة الدفاع الروسية من جانبها أكدت أن كييف لا توقف سفزازاتها الهادفة إلى إثارة خطر وقوع كارثة في المحطة لافتة إلى أن مستويات الإشعاع في المحطة لا تزال طبيعية. على الجانب الآخر اتهمت وكالة الطاقة النووية الأوكرانية روسيا بتعريض العالم بأسره للخطر. مؤكدة أنها سجلت 12 ضربة روسية على الأقل في موقع المحطة النووية. وكانت دابوروجيا توفر نحو خمس احتياجات أوكرانية من الكهرباء قبل العملية العسكرية الروسية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي. واضطرت للعمل بمولدات احتياطية عدة مرات بسبب القصف المتكرر عليها. وأثار ذلك مخاوف عالمية من احتمال وقوع حادث خطير على بعد 500 كم فقط من موقع أسوأ حادث نووي في العالم. وهو كارثة تشيرنو بالعام 1986. قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قال إن الحكومة البريطانية ستضع خططا لبدل المزيد من الجهد لمساعدة الشركات تكثيفة الاستهلاق للطاقة التي تكافح مع ارتفاع تكلفة القهرباء. أضف سوناك أن الحكومة تستهدف دعم فواتير الطاقة لمن هم في أمس الحاجة إلى المساعدة. متوقعا من مزراء المالية معالجة ذلك في الوقت المناسب. قال وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالية جيلبيرت فراتين قال إنه سيتم توفير احتياجات الطاقة الإيطالية لهذا الشتاء. لكن عام 2023 سيشكل مصدر قلق. وأضاف الوزير الإيطالي أن نقص الإمدادات الروسية يعني أنه خلال الصيف يجب توفير الاحتياطات والتخزين. مشيرا إلى أنه سيقدم إلى مجلس الوزراء شكلا من أشكال اقتراح صقف السعر الوطني المتعلق بنظام الطاقة المتجددة لضمان عدم تحمل تكاليف باهظة على الإنتاج. قالت إدارة الإحصاءات الوطنية في سريلانكا إن مؤشر أسعار المستهلكين تباطأ على أساس سنوي إلى 70.16% في أكتوبر. بعد قفزة قياسية بلغت 73.7% في شهر سبتمبر. وقالت إدارة الإحصاء إن تضخم أسعار المواد الغذائية بلغ 89.10% في أكتوبر. بينما بلغ التضخم غير الغذائي 61.13%. وتكافح سريلانكا مع ارتفاع معدلات التضخم منذ ما يقرب من عام. ويرجع ذلك جزئيا إلى أسوأ أزمة مالية لها منذ سبعة عقود. أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية أن كييف صدرت نحو 16.2 مليون طن من الحبوب حتى الآن في موسم 2022-2023. وذلك بانخفاض بلغت نسبته 31.7% مقابل نفس الفترة من الموسم السابق. وأضافت الوزارة أن أوكرانيا يمكن أن تحصد ما بين 50 مليون و52 مليون طن من الحبوب هذا العام. انخفاضا من 86 مليون طن في 2021 بسبب خسارة الأراضي للقوات الروسية وانخفاض المحاصيل. استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. لدى وصوله لمطار مركة العسكري في عمان في أول زيارة خارجية له منذ تكليفه. وجرت لرئيس مجلس الوزراء العراقي مراسم استقبال رسمية. ومن المقرر أن يجري الملك عبدالله الثاني والسوداني مباحثات في وقت لاحق. أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول القبضة على ستة من أبرز قيادات تنظيم داعش الإرهابي في أربيل. وفي سياق متصل أعلنت خلية الإعلام الأمني أن طيران دمر أربعة أوكار لداعش في كاركوك. وأضافت خلية الإعلام في بيان لها أن العملية جاءت بعد الحصول على معلومات استخبارية دقيقة. من وكالة الاستخبارات وتحقيقات الاتحادية بالتنسيق. مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة. شدد الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي الناتو يانسي ستولتنبرغ على ضرورة أن تحرس الدول الغربية على عدم خلق اعتمادات جديدة على الصين. وأضاف ستولتنبرغ في حوار صحفي أن الصين تبذل جهود أكبر لسيطرة على البنية التحتية الحيوية والصناعات الرئيسية. أكدت نائبة الرئيس الأمريكية كامالا هاريس التزام الولايات المتحدة باتجاه الفلبين. جاء ذلك خلال لقائها مع الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس. وذلك في العاصمة منالا وذلك بعد حضورها لقمة منتدى التعاون الاقتصادي لأسيا والمحيط الهادئ في تايلاند. وخلال اللقاء أكد الرئيس الفلبيني أنه لا يرى مستقبلا للفلبين. لا يتضمن الولايات المتحدة الأمريكية. هذا وتعتبر كامالا هاريس تعتبر هي أرفع مسؤولة أمريكية تزور منالا منذ انتخاب ماركوس في يونيو. استقبل وزير الدفاع الإندونيسي برابو سوبيانتو نظيره لأمريكي لايد أوستن في جاكارتا في حفل أقيم في وزارة الدفاع. عقد الوزراني جلسة مبحثات لمناقشة قضايا الدفاع الإقليمية. ومن المقرر أن يحضر الوزراني لاجتماع الموسع لوزراء الأمن لرابطة الدول لجنوب شرق أسيا والذي سيعقد في كومبوديا هذا الأسبوع. ذكرت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية أنها ستعمل على خلق بيئة استراتيجية لكوريا الشمالية للعودة إلى طاولة المفاوضات للنزع السلاح النووي. واقترحت إدارة الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول برنامجا لمساعدة بيونج يانج على تحسين اقتصادها مقابل نزع السلاح النووي. ويركز البرنامج على السماح بتصدير الموارد المعدنية المحظورة حاليا بموجب العقوبات العالمية مقابل الغذاء والضرورات اليومية. يعقد مجلس الأمن اليوم اجتماعا بشأن كوريا الشمالية بناء على طلب من الولايات المتحدة بعد عمليات الإطلاق الأحدث ضمن سلسلة من تجارب الصواريخ التي أجرتها بيونج يانج هذا العام. اختبرت كوريا الشمالية يوم الجمع الماضية صاروخا باليستيا قادرا على الوصول للولايات المتحدة. كما حذرت من ردود عسكرية أعنف على واشنطن التي عززت وجودها الأمني في المنطقة. اشتركوا في القناة فاز الرئيس الكازاغستاني قاسم توكايف في الانتخابات الرئاسية بعدما حصد أكثر من 81% من الأصوات. أظهرت البيانات أن المشاركة في عملية التصويت بلغت 69.44% من الناخبين. بعد منافسة من طرف واحد أسدل السطار على انتخابات الرئاسة الكازاخستانية بفوز كاسح للرئيس قاسم جومارت توكايف لينال ولاية ثانية بنسبة أصوات بلغت أكثر من 81% ليمدد فترة حكمه للبلاد. وقبل إعلان النتائج وانطلاق التنافس كان من المتوقع بشكل كبير أن يفوز الرئيس البالغ من العمر 69 عاماً والذي وصل إلى السلطة في 2019 بالانتخابات ويمدد حكمه للدولة الغنية بالنفط. البيانات أظهرت أن المشاركة في التصويت بلغت 69.44% من الناخبين ولم يتمكن أي من منافسيه الخمسة من تخطي نسبة 43.42% من الأصوات فيما اختار 85% من الناخبين عدم التصويت لأي من المرشحين. فوز توكايف جاء بعد عام شهد أعمال شغب دامية ونزاعاً حاداً في البلاد بعدما تحولت الظاهرات احتجاج على غلاء المعيشة إلى أعمال شغب. واجهتها السلطات ما تسبب بمقى 238 شخصاً وأمل منه في فتح صفحة جديدة بعد عام مضطرب قال توكايف إنه يسعى إلى ولاية جديدة من الثقة من الشغب. أعربت جمهورية مصر العربية عن تعزيها في ضحايا الزلزال الذي تعرضت له محافظة تاتشي أنجور في جزيرة جاوة بجمهورية إندونيسيا الصديقة. مما أصفر عن وفاة وإصابة العشرات وأعربت مصر عن مواساتها وتضامنها مع حكومة وشعب إندونيسيا الصديقة وأسر الضحايا في هذا الحادث الأليم. وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين. هذا وقد لقي 56 شخصاً مصرعهم وأصيب أكثر من 700 على إثر زلزال ضرب جزيرة تجاوى الإندونيسية بقوة بلغت 5.6 درجة على مقياس رختر. بدأ التلاميذ في العديد من مناطق العاصمة الصينية بكين في الدراسة عبر الإنترنت. وذلك بعد أن دع المسؤولون السكان في المناطق الأكثر تدرراً إلى التزام منازلهم مع ارتفاع الإصابات بكورونا. وذكرت لجنة الصحة الوطنية أن الصين سجلت ما يقرب من 27.95 إصابة جديدة بفيروس كورونا. منها ما يقرب من 2365 إصابة مصحوبة بأعراض و24730 بدون أعراض. وأشارت اللجنة إلى تسجيل حالتين وفاة جديدتين ليرتفع الإجمالي إلى 5229 إصابة. في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وقعت القافلة الطبية المجانية الكشفة على ما يقرب من 600 مواطن في قرية تابعة لمركز ومدينة القصصين بمحافظة الإسماعيلية. ضمت القافلة كل التخصصات الطبية بجانب توفير خدمات الأشعة والتحاليل الطبية وأيضا صيدلية تتوافر بها كل الأدوية. كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل مجانا. قافلة طبية التي تضم كل التخصصات بها صيدلية متكاملة بها أكثر من 80 صنف يتم توزحهم بالمجان على المواطنين. والحالات التي تحتاج إلى تدخل الجراحية يتم توزحها على المستشفيات الكبرى بالإسماعيلية مثل المجمع الطبي ومستشفى بخليفة والمستشفيات الجامعية تنصيقا مع مؤسسة حياة كريمة. تواصل قوافل وصل الخير أنشطتها في عدد كبير من المحافظات من خلال توزيع الألاف من كاراتين المواد الغذائية يوميا على المستحقين ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. تقوم فرق الرصد الميداني والمتطوعين بمؤسسة حياة كريمة ببذل جهود كبيرة لتحديد الفئة المستحقة إضافة إلى توصيل صندوق الحماية الاجتماعية إلى المستحقين. في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة أكد محافظة الغربية طارق رحمي أن إجمالية عدد مشروعات تبطين وتطوير الترع في مركز زفتة بلغ 34 ترع. بنسبة إنجاز تخطط 51.2% وبإجمالية تكلفة تطوير 540.700.000 دونية. شدد رحمي على الحرص الدائم على استمرار المتابعة الميدانية لكافة الأعمال التي يتم تنفيذها. وذلك لضمان تنفيذ كافة المشاريع بأعلى جودة. وبانتهائها في الوقت المحدد لضمان حياة كريمة لكافة المواطنين بقرى مركز زفتة. أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في تحليل جديد له تأثير الشمول المالي على خفض معدلات الفقر في الدول النامية. أضف المركز في تحليله أنه خلال الفترة من 2011 وحتى 2017 حصل ما يقرب من مليار ومئتي ألف شخص بالغ في دميع أنحاء العالم على حساب مصرفي. فيما أصبح 71% من البالغين في الدول النامية الآن يمتلكون حسابا ماليا رسميا. تضخ الدولة يوميا كميات كبيرة من الأرز والمكارونة وأطباق البيض في المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية. يأتي ذلك وسط الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتجديد الرقابة لنجاح موسم الأرز ولزيادة المعروض منه وتوفيره. الكميات الكبيرة من الأرز والمكارونة وأطباق البيض تضخ يوميا في أكثر من 1300 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية. لتوفير هذه السلع الغذائية الاستراتيجية الهامة داخل المنظومة التموينية والبيع الحر بأسعار مناسبة وبجودة عالية لتلبية احتياجات المواطنين وسط إجراءات اتخذتها الدولة لتجديد الرقابة لنجاح موسم الأرز وزيادة المعروض منه وتوفيره. تم ضخ 50 ألف طن بعشر جنيه ونص خلال شهر تسعة وعشر. وجينا في اليوم 10-11 تم ضخ 18500 تن رز رفيع الحبة وعليل الحبة. 5500 رفيع الحبة للشركة المصرية التي تقلت الجملة من الصعيد حتى الإسكندرية. وإحنا كان لنا نصف فيها كشركة تنبقى 2000 تن تم ضخهم يوميا ب14 جنيه ونصر الكيلو. الوزارة عامة مع الشركة الخبضة كل تفكيرها كله أن هي بتركز على السلع الأساسية سواء كان سكر أو زيت أو رز أو مكارونة حتى كمان. بحيث أن هي بتوفر الكميات على مستوى المجمعات كلها وبتعمل مخزون استراتيجي من السلع داية من 3 ل 6 شهور في المخازن. وبالتالي الحمد لله الكميات كبيرة والسعر أقل من أسعار السقب كتير. إجراءات رقابية وتنفيذية تستهدف التأكد من توافر السلع الأخرى كاللحوم والزيت والسكر وغيرها. مع ضخ كميات من السلع التي يقبل على شرائها المواطنين في كل السلاسل التجارية بالمحافظات. تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي بالتخفيف عن الأسر ودعمهم بتوافر كل السلع الأساسية. بيتحدد من قبل وزارة التموين سعر المنظومة التموينية اللي هي بتتصرف للمواطن. فالمكارونا 400 جرام متسعرة من قبل وزارة التموين ب5 جنيه وربع للمواطن. ما فيش مكارونا دلوقتي سعرها 5 جنيه وربع ولا 6 جنيه ولا أكتر من كده كمان. فالحاجة دي الدولة موفرها لكل المواطنين وبأسعار مناسبة جداً ومتناول. وأي مواطن هيروح أي مكان في وزارة التموين هياخد جميع المقاررات التموينية بسعر مناسب جداً. كل الأصناف موجودة بكمية كميرة جداً زائد إن هو مش حكاية سلعة أساسية بس زائد إن إحنا عندنا صرف مقاررات التموينية عندنا أخضار وفاكة عندنا الحم طازجة عندنا كل الأصناف زائد أسماك زائد كل حاجة. إحنا بنطمن المواطن أنت في أي وقت بتخش مجمع استهلاكي بتلاقي حكتك كلها زي ما أنت عايز ومصر دايماً بخير بوجود المجمعات الاستهلاكية. ما شاء الله متوفرة بس يعني إحنا ما ناخدش فوق كمياتنا اللي إحنا محتاجينها يعني بس يعني ما ناخدش ما نجيش أخد عشر كراتين بيض أخد خمسين كيلو رز أخد كذا أخد احتياجاتي وكل يوم حلقة اللي أنا عايزه موجود. من ناحية الرز أرخص من برة من ناحية السكر أرخص من برة وحاجات كتيرة. مجهود كبير تقوم به الدولة لضبط الأسعار وتوافر السلع تزامناً مع استمرار حزمة الدعم الاجتماعي الإضافية والتأكيد على وجود احتياطي استراتيجي لمختلف السلع. في رسالة تؤكد أن الأمن الجذائي على رأس أجندة أولويات الدولة. محمود جميل التلفزيون المصري. أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد صلاح الدين مصطفى ضرورة زيادة نسبة المكون المحلي للمنتجات البلاروسية التي يتم تصنيعها بشركات الإنتاج الحربي. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع سفير بلاروسيا بالقاهرة سيرجي ترينتياف لبحث موضوعات التعاون المشترك القائمة والمستقبلية بين الطرفين. من جانبها أشار سفير بلاروسيا بالقاهرة أنه تم أيضا خلال اللقاء مناقشة إمكانية فتح أفاق جديدة للتعاون في مجالات تصنيعية. خاصة تلك المجالات التي تتعلق بالتحول الرقمي. كما أعرب سفير بلاروسيا عن ثقته فيما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبشرية. استقبلت محافظة الوادي الجديد وفدا من الأطباء الأوروبيين والمصريين في مستهل زيارتهم للمحافظة ضمن فعاليات مؤتمر تسويق وتنشيط السياحة العلاجية والاستشفائية بمصر. الزيارة تأتي في إطار جهود ترويج السياحة العلاجية كأبرز أنواع السياحة التي تمتاز بها المحافظة بما تمتلكه من مقاومات طبيعية وبيئية. أنماط عديدة تتمتع بها السياحة المصرية والتي تجعلها من أهم المقاصد السياحية على مستوى العالم. وتعد السياحة العلاجية من أهم أنواع السياحة التي تتمتع بها مصر بالعديد من الأوجه والأماكن ويأتي منها محافظة الوادي الجديد. وقام وفد من الأطباء الأوروبيين بزيارة للعديد من المواقع السياحية والاستشفائية في الوادي الجديد. جاء في مقدمتها الأبار الكبرتية بقرية جناح. وذلك ضمن فعاليات مؤتمر تسويق وتنشيط السياحة العلاجية والاستشفائية بمصر. والله الزيارة النهاردة كانت مع فوج طبي جايين من أسبانيا. والحقيقة جايين بيستكشفوا مصادر الطبيعية في محافظة الوادي الجديد الواحدة الدخلة والخارجة. وكيفية العلاج الطبيعي بدلا من العلاجات التقليدية. المحافظة الحقيقة بتسخر بمقاومات طبيعية استشفائية من الدفن بالرمال لنزول في المياه الكبرتية. الشمس الساطعة القوية وأوروبا دخلة في فترة الشتاء جايين يستكشفوا ده. وهما الحقيقة متخصصين في العلاجات الطبيعية. أحلى في طار توجيات السيد الرئيس عفتاح السيسي. الأخيرة استفادة بكل الشبر من أرض مصر سواء استثمار زراعي أو استثمار سياحي. فالحمد لله أحلى بالتعاون مع الشركات السياحية والجامعات المصرية. دعينا وفد من الأطباء المهتمين بالسياحة العلاجية والسياحة الشفائية. وقالنا أكثر من 15 واحد وفد من أسبانيا الصديقة. وهيقعدوا معنا 3-4 أيام يدرسوا بأكل الإمكانيات المتوجدة في المنعون الكبرتية من دفن بالرمال. زيارة تأتي في إطار جهود ترويج السياحة العلاجية كأبرز أنواع السياحة التي تمتاز بها المحافظة بما تمتلكه من مقومات طبيعية وبيئية. كما حرس الوفد على زيارة أقدم الآثار القبطية وهي مدينة البجوات التي يرجع تاريخها إلى أكثر من أربعة ألاف عام. كما تم زيارة معبد هبس ويضم معالم أثرية تمثل العصور التاريخية المختلفة الفرعونية والفارسية والبطلمية والرومانية. كشف تقرير لوزارة الزراعة أنه تم خلال الأسبوع الماضي الإفراج عن 196 ألف طن من الضرى وفول السوية بحوالي 88 مليون دولار. أضف التقرير أن الإفراج شامل 158 ألف طن من الضرى بحوالي 57 مليون دولار. وحوالي 38 ألف طن من فول السوية بقيمة 27 مليون دولار. أيضا إضافات أعلاف بحوالي 4 مليون دولار. هذا وتواصل وزارة الزراعة التنصيق مع البنك المركزي واتحاد الدواجن للإفراج الدوري عن الضرى وفول السوية وخبات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية. في سوق المال سجلت مؤشرات البرصة المصرية تراجعا جماعيا بختام تعاملات جلسة اليوم. وسجل رأس المال السوقي مستوى 821.7 مليار جنيه. وسط تدولات بلغت نحو أملياري جنيه. وتراجع مؤشر EGX30 بنسبة بلغت 0.72% ليغلق عند مستوى. 12433 نقطة. كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة بلغت 0.45% ليغلق عند مستوى 2397 نقطة. وتراجع مؤشر EGX100 بنسبة بلغت 0.52% ليغلق عند مستوى. 80 نقطة. وتراجعت الأسهم الأوروبية خلال التعاملات حيث قادت القطاعات الحساسة للعوامل الاقتصادية الخسائر. وسط مخاوفة من تأثير ارتفاع الإصابات بكورونا في الصين. هبط المؤشر STOX600 الأوروبي بنحو 2.10%. مع تراجع أسهم شركات التعدين والسفر والترفيه والسلعة الصناعية والخدمات. ما بين 5 من 10 في المائة و 1 و 4 من 10 في المائة. تراجعت أسعار النفط قربة أدنى مستوياتها في شهرين مع انحصار المخاوف. بشأن المعروض بسبب المخاوف إذا أطلب على الوقود في الصين. تراجعت العقود الآجلة لخام برينت تسليم شهر يناير بنسبة بلغت 0.8% إلى 86.88 دولار للبرميل. فيما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر ديسمبر 79.40 دولار للبرميل. بنخفاط بلغت نسبة 0.9%. في أسواق النقد العالمية ارتفع الدولار الأمريكي بقوة مقابل العملات الرئيسية. مع تظهر المعنويات تجرى ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الصين. وتشديد القيود في بعض المدن في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. هبط اليوان الصيني إلى 7.17 مقابل الدولار. كما انخفض اليوروب بنحو 46 من 100% ليصل إلى دولار و2 من السنت. في حين انخفض الجنيه الاسترليني بنحو 47 من 100% إلى 1.18 من الدولار. وصلنا مشاهدين إلى نهاية النشرة لا يتبقى بها سوى التفكير بأبرز ما جاء بها من أخبار. الرئيس السيسي يتصافح مع الرئيس التركي إردوغان في الدوحة ويؤكداني على عمق الروابط التاريخية بين البلدين. رئيس مجلس الوزراء يتابع جهود صندوق مصر السيادي لجذب الاستثمارات الأجنبية. الكريملين يعرب عن قلقه من قصف محطة زابوريجيا نووية. والوكالة الذرية تعلن أنها ستتفقد المحطة بعد تعرضها لقصف أوكرانية. وصلنا وإياكم مشاهدين إلى ختم نشرتنا شكرا للمتابعة ودمتم في أمان الله.